أوحال وأطيان وغرق والدروس الأولى فائتة بسبب انشغال التلاميذ بالبحث عن مستلزماتهم التي تضيع عند الدخول في السبيس الخابط بمياه الأمطار والناس تتهكم بضرورة استبدال اسم المدرسة فلا وجود لأي إشراقة تذكر هذا حال الطلاب يجب أن يكون المستقبل هذا هو وضعنا وين وزير التربية؟ موك وزير التربية بها؟ موك مودي التربية؟ نحن تلع عليكم من الله نضربتم المجتمعون ما حطاكم مناسب بالبكار المناسب والله وجاءنا مسؤولين ناس ويسوا هذا حال الطلاب من يقبل ضميره؟ يقبل ضميركم؟ بس أما تقتع الصوت أما تلعي يتقتع الصوت هذه هذا خلص الصوت يوصل سب وين فبهنا هذا صحيحات سب وين في حيطار شرق القناة تنتعش حركة النقل عبر عربات الحيوانات التي يجد الناس أنهم مضطرون لتوصيل التلاميذ كوسيلة تبعدهم عن حالة الغرق التي تحدث بين صفوف أطفال المدارس قل لك لا بالصومال ولا بالسودان ولا بججر القمر هناك مرأة كويج مدارس وهذه إعدادية وذاك اليوم لما نحجي إنا طلعنا مو أخي شواتي أنا ناقل أنا ناقل وشوف هاي كلبه أنا تكبار كلبه لأتناس هذا عرض ناس ويقولوا مواطنون في أحياء طارق والشيشان أن تراكم يا أهل أمطار دثر خريطة المنطقة وضيع المعالم فيها وأخفى عشرات الطرق الفرعية تماما للشرقي نيوز خطاب عاد البغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر